السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الالكترونيون اليوم راح يكون موضوعنا الالزام الضرره او التحرير من الالزام لك فالموضوع تقريبا تقريبا يعتمد على المعنى لانه احنا عدنا مثلا قوانين وانظمة لازم نقول يجب ان نذكر العبارات معينة ولما تريد تمنع واحد لازم تذكر عبارة معينة او من تقول لي ما حاجة تسوي هذا الشي تذكر عبارة معينة الموضوع ما راح اقول باختصار ولا اقول بشكل موسع عندنا ثلاث افعال هما هاف تو هذا الفعل هاف تو موجود عندنا اللي ممكن يكون هاستو ممكن يكون هاتو شو وقت يكون هاستو هاتو وشو وقت يكون هاف تو طبعا اعتمادا على المضارع والماضي لانه هو هو هذا الفعل حاله حال اي فعل ثاني مثل غو بالمضارع يبقى غو او يصير غوز وبالماضي يصير وينت يعني اعتياده هو فعل يتصرف وياخذ اشكال تصريف اول تصريف ثاني تصريف ثالث وايضا يعتمد على المفرد والجمع يعني اذا الفاعل مالتي اي يو وي ذي راح يكون هاف اما اذا فاعل هي وشي ويت راح يكون هاز ولما تكون الجملة بالماضي راح تصير هاد لاحظوا فهي كل هن هاف تو هاز تو هاد تو احنا نوعا ما كوزاري ما راح يعتمد على هذا النمط مفرد وجمع ومضارع الماضي تقريبا خلي نقول 95% منه هو اختيارات يمكن مرتين ثلاثة بس اجا تصحيح الفعل وحتى تصحيح الفعل ما راح يكون معتمد على مفرد وجمع ومضارع الماضي مجرد نرجع الى حالة المجرد مجرد نرجع حالة المجرد يعني بس نرجع لحالة المجرد ممكن بالمدرسة انتوا يكتبو لكم الالزام الضرورة الحاجة ممكن يكتبو لكم التحرير من الالزام يعني مو حد اقول لي يجب بعدين اقول لا يحتاج هو هذه الفكرة من الالزام والضرورة عدنا هافتو لو كان الزمن مضارع والفعل اي وي ذي هافتو لو كان الزمن مضارع والفعل اي وشي ويت وماضي يكون هاتو فهنا نجمل students بما نجمع يعني باعتبارهم ذي راح يصير هافتو وير يونيفورم شي تاخذ هافتو وي هاتو يعني ممكن ممكن كمدرسة خلي نقول به المعنى اني يجبو لكم شي هاذي ويكتبو لكم هافتو وتعال صلح الفعل هاذي ازينا شو نصلح الفعل اكيد هاي هافتو راح يصير هاتو باعتبار عندي مثلا مضارع والفعل مفرد اما اذا شفت بها يسر دي شفت بها فراح الهافتو تصير هاتو احنا ارجع وقول بالكتاب لا الامور ابسط من هذا الشي بهواية بهواية سنشوفها احنا خلي نشوف بحالة النفي باش ننفي يعني انت ممكن ممكن يجيب بالك انه الهافتو تصير هافنت لكن لا ليش لانه الهافتو هذا هو فعل مستقل هافتو هذا فعل كامل مو من قسم الى مو فعل مساعد يعني فياخذ التصاريف ويتحول ماضي لمضارع وايضا فمن ينفي يحتاج فعل مساعد مثل الدونت والدوزنت والددنت اعتيار يقلنا احنا ذا الفعل جميع راح يكون هاف فاكيد من انفي بالمضارع راح انفي بدونت وذا الفعل مفرد راح انفي بدوزنت اما اذا ماضي فرح ننفي بددنت وهذه نرجع ونقول قوة الطالب بانه يسيطر على المواضيع القواعدية بشكل عام هي انه يعرف الازمنة بشكل صح طالما انت تعرف مضارع وتعرف ماضي تعرف مثل مضارع مستمر وماضي مستمر وذني من تجي موضوع ونقول لك هو يرتكز على هذا الزمن تكون يعني قدرتك على استيعاب المادة اسرع مما انه انت اصلا مضابط الزمن ليش? لان انتن ما تعرف شوان تصرف بالفعل والزمن ومفرد وجميع بعدين اجي اقول لك قواعد الموضوع يعني وقواعد الموضوع مرتكز على اساس هذا الاساس اذا مضابط انت اللي هو الازمنة ما راح تفهم احنا نحنش نحتي بمختلف الموضوع يعني ما دا اقول بس في هذا الموضوع هذا تقريباً نحن راح نشوفه معتمد على المعنى أكثر مما هو معتمد على قاعدة معينة بس إحنا نقول احتياطاً للمدرسة ممكن أنت تمشي أمورك بمدرسة تشوف فعلك مفرج جمع أما إذا مدرستك تمشي على نمط الوزاري راح نشوفه فإنت بأمان وأمورك عادلة يعني فهنا مثلاً نشوف tomorrow's a holiday I don't have to I أخذ don't I u e day أما الفاعل هي أخذ doesn't وإذا عندي جملة مثلاً هذه arrive باعتبارها بالماضي فهي didn't have to wait هاي الجملة يعني هي موجودة بالخامس أعدادي فبالخامس هو موضوعكم أو هذا الموضوع يأخذ أفكار المفرد والجمع والماضي والمضارع عدنا الفعل الثاني اللي راح نتعامل له هو الفعل must وهذا must ما يخضع إلى الزمن خلي نقول به المعنى وحتى بأنه فيما يحتاج فعل مساعد هو فعل ينفي نفسه فم must ما لعلاقة بمفرد وجمع وينفي نفسه يصير mustn't ممكن أسأل must you go now هذه ممكن أيضاً للمعلومة الخارجية الماضي مع المست يعني إذا تريد تقول يجب أن أذهب الآن تقول I must go now إذا تريد تقول الآن البحق كان لازم أو كان يجب علي أن أذهب مثلاً واحد قل لي ليش شرحت الموقت فأقولك كان يجب أن أذهب لي أن عندي ارتباط فالمست ماضي هيصير hard to يعني الجملة إذا عندي I must go هذه رح يصير I had to go هذا الماضي مع الجملة مع المست فهذا يخليها في بالكم يعني حتى ممكن إذا يجبوها مدرسة في اليوم الأيام ويقول لك حول الجملة أو تشوف الفعل must هذا وكاتب لك حول إلها ماضي ممكن ممكن كل شيء كل شيء موجود وبالمدارس ما شاء الله الفعل الثالث اللي رح نتعامل وياه هو need to هذا الفعل need to أيضاً هو فعل مستقل فإذا الفعل مالتي آيوي ذي وبمضارع رح يبقى need to إذا فعل hew shew it مفرد ومضارع فرح يحتاج أس الشخص الثالث needs أما إذا ماضي يصير need to بالنسبة للنفي بالنفي عندنا بالكتاب يريدو need don't لاحظو need don't وتحذف من عنده أما هو أنا أقدر أقول don't need to هذا اعتهاد أقول نفي ثاني إلى don't need to doesn't need to didn't need to لكن بالكتاب يردو شنو يردو need don't يعني حاولوا تفتهمون شو يردوهما بالكتاب ليش حتى تشوفوا الأفكار رح تجعل نفد شوي يعني هذا الفعل ينفي بطريقتين أما ينفي نفسه أو ينفي don't doesn't and didn't ويتم تحتاجوا هذه فنجي حسب الكتاب حسب الكتاب تعطي نفس المعنى في حالة المثبت ويمكنك استخدام ما تراه مناسب يعني هاي الأفعال هي تكون نفس المعنى أني باعر هذه الحقرات كياها اللي ينسمي احنا الكلام الإنشائي اللي ممكن ينتبه في ماذا لا يحتيه فأنا اجي اقول كياها بطريقة ثانية سنشوفها احنا على المرقة مرتنا الفارق هذه الأفعال وأقول حسب الكتاب أعيد وأكرر نحن نمشي على منهج فحسب الكتاب تعطي نفس المعنى إذا كانت مثبت يعني have to and must and need to هم كلهم نفس المعنى باختلال درجات قوتها طبعا حالة أننا في نحتاج نقول don't have to and needn't هم نفس المعنى فممكن نبدل بياناتهم ولما أنا أريد أمنع يعني شخص من قيام بيعمل معين فلازم أستخدم مصند هذه ممكن ما تكون مفهومة إذا واحد يقرأ هسا واحدة يعني ما يحس أنه شون الفكرة المطلوبة خلنا نروح للورقة الفارغة مالت هذه الورقة الفارغة واللي ما موجودة أتكون بالملزمة يعني هذا الموجود بهذه الورقة تحاول تكتبه أنت بدفتر ملاحظاتك نقول have to and needn't must هم يعتبرون شنو مثبت لاحظوا أنه أنا لونتهم بلون واحد هم اللون الأسود وهنا عدنا بالنفي هذه لونتهم لونين don't have to and needn't بلون وmustn't بلون يعني أنا عندي ثلاث ألوان يعني ألوان العالم العراقي فالhave to and needn't وmust يحملون شنو نفس المعنى don't have to and needn't أيضا نفس المعنى أما mustn't فهي مستقلة لها معنى واحد ما حد يشاركي مزال الأفعال وياها شنو نستفاد من عند باعه؟ قابل على المنهج القديم وهي بالأصل يعني بالأصل تتكلم عن القوانين يعني لما أنت مثلا زي مدرسي الوقت ما المدرسة الوقت ما المحاضرة يعني لازم يجب هذا القرار لازم ينفذ مية بالمية أما المست نسميحنا قرار شخصي يعني مو مثلا قرار وزارة المدير مثلا يقول لك لازم تسوي كذا بالبيت يقول لك لازم هاي القرارات مو ملزم انت بها ممكن تطبقها ممكن ما تطبقها النيتو ممكن تكون مؤدبة أكثر من تحتاجها وتتعاملوا ويا واحد مثلا كبير بالسن أو واحد اتمت عرفه وتريدت تقول لها لازم مثلا سوف تشغله تقول لها يحتاج يتسويها الشغلة وهنا كلهم معناتها يجب أن تقوم بهذا العمل الكتاب حاليا بهذا المنهج معناتكم يعتبرهم كلهم نفس المعنى تريد تقول هافتو تريد تقول ماس تريد تقول نيتو عادي جدا ومعتبرها نفس المعنى اش استفاد قاني من فكرة نفس المعنى قلت لكم قبل شويه انه 95% من الجمل اللي تجي بالوزارة على هذا الموضوع هي اختيارات فاني اجي اقول لك اضمن لك اضمن لك يعني نقول نضمن عدم وجود متشابه شنو اقصد متشابه يعني ما تلقى هافتو ونيتو او هافتو مست مست ونيتو بنفس القوس يعني ما تلقى مثلا هافتو او مست ويقول لك يلا يا طالب اختار اش تختار انت صح هنا محد يقدر يلومني انا اختارت مست او اختارت هافتو صح ليش منهجنا يقول اثنين هم نفس المعنى قبل لا لازم انا افهم هل هو قانون ملزم لو مو مشكلة اقدر ما انافذ يعني القانون او الامر هذا يعني هل هو صادر مثلا من اخويت شبير واقدر اغلس لو صادر من وزارة وما اقدر انا يعني اروح للدوم مثلا بالتسعة لان الدوم لازم يدو اسمانية اذا مثلا زي موحد ما اقدر اخال فالمدرسة ما تخليني ادخل اذا مو زي موحد زي مدرسي الامتحانات انت لازم تؤديها حتى تعبر للمرحلة البعض بعدها فما يصير اقول لك يعني ممكن تلتزمها القرارة او لا لكن نجي القرارات الغير ملزمة يعني مع انه هي المفروض تطبق لكن مدير يقول لك مثلا لازم تجيبه لي امرك تسوى تفيد مشكلة نقول تقدر انت متنفذ الامر يعني بهالمعنى يعني متحريض لكم تغيب ثاني يوم تغلس يوم يتختل تنسي الموضوع بالبيت مثلا لازم تقوم تنظف لازم يعني بالنسبة البنات والولد مثلا لازم تقوم تسوي مباردات وسما يفد شي يعني هل احنا نحشي بالاشياء اللي نتعرض لها البيت هم تقدر ايضا ما تنفذها مع انها المفروض تنفذها اللي باعتبار يعني الاشياء العائلية احترامات وهذه بس انا اقصد حتى تفهم قوة الفعل اللي احنا دي نحشي به بالكتاب يقول لك الهاف تو والماست والنيتو هم نفس الشي فاني بالنسبة لي اقول لك اضمن لك ما رح يجوك بالوزارة اثنين هم سوى ولا تلقى مثلا نيتو وماست بنفس القوس ولا تلقاه هم ثلاثة بنفس القوس ممكن يجيب لك مثبت ونفي اي بها مجال حتى يقول لك هاي على المعنى فاهنا قلنا احنا نضمن عدم وجود متشابه يعني هم ايضا ما رح تلقى don't have to and needn't هاي قلنا نضمنهن ما موجودين بالقوس ليش؟ يعني هم نفس المعنى ممكن don't have to and mustn't صح ورح تختار حسب المعنى ممكن needn't to mustn't وايضا صح ممكن ممكن mustn't to must mustn't need to have to don't have to يعني اذا مثبتنا فيه تمام وذا لونين مختلفات تمام اما الوام مشابه فهذا ما رح يجيك الا بحالة واحدة يجيبهن يعني هذي ممكن مسموح بيها وهذي ممكن مسموح بيها اللونين المتشابهات مسموح بيها بحالة واحدة نشوفها فد شوي يعني ما رح اقول لكم يا هسه بالذات لان انا اريد اركز على انه تفهم انه ال have to and need to and must هما نفس المعنى وال don't have to and needn't معنى وال mustn't معنى مستقل واضح هاي الفكرة النافي ما نفي انت ملك علاقة بي ما رح يجيبه لك جملة وان فيها والدور اللي مفرد وجمع وماضي مضارع لا احنا رح نلتزم بالاسلوب الوزارة حاليا ممكن بالمدارس اذا اي طالب من عندكم شاف انه المدرسة تجيب له هايش انماط هاي في وقتها يعني ممكن انا اشرح له هاي امور ووضح له هاي امثلة معينة هاي سهلة عندنا اما حاليا احنا رح نشوف حسب الكتاب زيل ذولك كلهم خلي في بالك كل هذي الافعال بعدها يكون الفعل مجرد يعني مثلا ما يصير عندي هافتو غوينغ هافتو ريدنغ هافتو مثلا دروف هافتو مثلا بلايد مست بلايد لا لازم يكون الفعل مجرد او دونت هافتو ريدنغ اريد الفعل اللي يكون بعد اي واحد من ذوله مثبت ونفيه ستتهم يكون مجرد وهي لازم تنتبه له انيش رح استفاد من هذي اللي موجود قدامي خليجي نشوف انماط الوزاري هذي انماط الوزاري عدنا رح تكون بالشكل التالي عدنا احنا ثلاث انماط خلي نشوف ان واحد واحد نبدي بالنماط الاول النماط الاول رح يكون تصحيح فعل الجملة لا انا انماط الوزاري هاي انماط اسئلة الوزاري رح تكون عندي ثلاثة النماط الاول هو تصحيح فعل الجملة رح يجيبوا لي correct the verb شون يجيبوها كتبوا لي مثلا driver مصنت driving very fast بعدين يقول لي correct the verb جملة جدا سهلة وهي هاي نفسها الجاتب الوزاري ثلاث مرات على هذا الشكل يعني مرة كتبو driving مرة كتبوها drove ومرة كتبوها drives ذني فانته هذني كل هن من تشوف الفعل احنا شا اتفقنا كل ذول الافعال ستتهم مش يجي بعدهم الفعل يكون فعل مجرد وعليه لما ارد صحيح الفعل فهذا يكون يرجع لي drive هاذي الجملة الوحيدة البروزاري تجيبها طريقة هاي فما هنا انا فكرنا بالمفرد والجمع والمستقبل او العفو المضارع وماضي وdon't ودازنت ودينت او اس او هاذ او هاذ فقط احنا رجع الفعل لصيغة المجرد وخلاص هذي الجملة ممكن مثلا هستمنعد نحنا نقول يو نيدنت طالما عندي موجود نيدنت طالما عندي موجود مصنت فلازم هذا الفعل يرجع يرجع لصيغة المجرد فيرجع هاي النقطة الاولى اللي هي تمثل خلي نقول واحد بالمية يعني من نسبة الوزاري هي ثلاث مرات اجيكي على مدى الوزاري هذا كله هذي العبارة نشوف النمط الثاني اللي هو راح يكون ادنى اختيارات بحسب اعدادات الفعل نشوف شنو قصدنا حسب اعدادات الفعل لاحظوا احنا قبل شويش قلنا قلنا الهاف تو منتن في الصير دونت هاف تو نيد تو هذي بيها تو لما انفيناها بعد ما وياها تو هذي نسميه اعدادات الفعل هذا الفعل يريد حالته تكون بهذا الصيغر المست اصلا ما وياها تو لا بالمثبت ولا بالنفي وهذا راح يخدمني باللي حتشيته هنا قلت نظمن عدم وجود المشابه يعني ما راح يجيبوا لك هاف تو نيد تو ومست بنفس القوس يعني ما يجيب لي هاف تو ومست الا بحالة وحدة اللي هي شنو يسوي لي خلال بواحد من عدهم يعني ممكن يكتب لي هاف تو ومست تو بالقوس هي جي يصير فاني من اباوة اقول اني المست ما تحتاج تو هذي اصلا غلط ليش دا اختارها هاني فاذا الاختيار الصحيح مالتي يكون هاف تو او بالعكس يكتب لي هاف هيج بدون تو ومست فالحالة اني هاف تو تكون خطأ والمست هي راح تكون صح ووضحت الفكرة هذا نسميه حسب اعدادات الفعل يعني ممكن مثلا يكتب لي نيد تو وهاف او نيد تو ومست تو تكون نيد تو هي الصح ممكن يكتب لي مست ونيد وهي تكون المست صح ففهمتوا الفكرة نجي نشوف هاذي اختيارات حسب اعدادات الفعل الجملتين اللي جابوها بالوزاري هما ذولة هاذي يو دونت هاف ونيدينت قو تد السوبر ماركت وتقريبا تكمنها هي هيجي راح يكون عدنا جابوها بالوزاري لاحظوا احنا دونت هاف تو والنيدينت هما نفس المعنى فانت بيوم اللي يجيب لك ياها تباوع تقول ذنين نفس المعنى يعني انا مرتاح اش راح اختار اعتبر صح عدي اقول لك لا تذكر احتياتنا انه هما ما راح يجمعون متشابه ما راح يجوني سنين نفي ذولة لون هم اخضر كان اذا تذكرهم دونت هاف تو ونيدينت فبما انه هما من نفس اللون فاذن لازم مسوي لي خلل بواحد من ذول الافعال يا اما مثلا شايل تو يا اما ضايف تو في محل غير محلة يعني نجي نلقى دونت هاف وين التو احنا المفروض دونت هاف تو فاذن هاذي غير محل صالة اختارها واختيار الصح راح يكون نيدينت وممكن يسويها بالعكس يكتب لك دونت هاف تو ونيدينت تو فتطلع النيدينت خطأ دا تلاحظ مش يعني او دا تفكر انه شو ممكن تكون الاجابات او الاختيارات او اللي يخليكها فانت حاول تركز منه تحتاج تو منه ما تحتاج تو منه ما تحتاج تو منه تحتاج فعل مجرد الى اخر الجملة الثانية جملة عبلة هذي الجملة موجودة بنهاية الكتاب اكو جملة نهاية الكتاب هيش قواعد مرات المدرسين يرحولها بالنهاية الكتاب واحدة من الجملة الموجودة هاي اعتقد ثالث مرة اجدتي لو اربع اربع مرة جدتي اهم اخر دور للدور الاول احيائي هاي السنة الثنين وعشرين اللي هي عبلة نيدينت قو لو تو جو تو سوبر ماركت والى اخره انا اعتيادي اش عدي هذا الفعل نيدينت هل نيدينت بالنفي تحتاج تو بعدها او لا لا ما تحتاج ان الاختيار الصح هو القو فهنا صار عندي الاختيار الصح نيدينت لان هو هو يوالم الاعدادات مالته لان هذي يحتاج تو وهنا نختارينها قو ليش لانو نيدينت ما تحتاج تو بعدها ذول الجملتين هم اللي وردوه بالوزاري يعني هاي ممكن بس ممكن الفعل هانا مغيره يا اعتقد وي اني وي هنا ذني نفس الجمل تكون بها البساطة اذا انا صار عدي النألمات بالوزارية اما تصحيح فعل الجملة او اختيارات حسب اعدادات الفعل نجي نشوف النمط الثالث نمط الثالث رح يكون اختيارات حسب المعنى يعني ما رح ادور تو موجودة لو ما موجودة تو ولا هم نفس اللون لهم نفس اللون رح تلقاهم جاي بيلك اياها مثبت ونفي مثلا مصت يجب مصنت ممنوع فهنا اجي لازم اترجم معنى الجملة درايف فاست هس السائقين يجب لو ممنوع يقودوا بسرعة بينت انه اني لازم اختار شنو ممنوع يقودون بسرعة هذا على المعنى ما العلاقة هس اعدادات الفعل او متشابه وغير متشابه درايفرز السائقين يجب لا يجب سلو داون يخففون السرعة اذا يجب وهي انتهى الموضوع عدنا بهذه الطريقة راح نروح نشوف الوزاريات وتلقوا موضوع جدا بسيط وما يحتاج هذا التهويل ممكن احنا نقول بالمدرسة تختلف الانماط يعني مثلا شي بسيط خلق اقولكم ايها يجي يقول لك مثلا oblige oblige اللي هي اجبر يجبر يجبر اخوك يور سستر اختك يور فرين صديقك الى اخره to study hard يعني يدرس بجد ممكن مثلا من الجمل اللي اترد عليه فعني من اشوف oblige لازم اعرف انه هي موضوع الالزام هذا واعرف انه oblige لازم استخدم مثلا you must فاجي اني الغي هاي oblige your brother to زين اني راح اخاطب صديقي اللي هو هذا your brother فهاي راح احول هاي you اجي اكتب هاي you must study hard هاي ايج انماط يعني بسيطة ما راح اتوسع بالموضوع بشكل اكثر لان انا لديك هاي حاليا تعرف لي شون يجيب الوزاري وتأكد على هذا الشي من توصل المدرسة وتواصل هالموضوع تبلغني مدرسك يمشي نمط وزاري اللي نفسي راح نشوفه لو يجيب من هذه الافكار واحنا نكون بذلك الوقت مستعدين نستقبل الافكار بشكل افضل خلينا نشوف التمارين الموجود عندنا بالكتاب عندنا تمرين سيب كتاب النشاط صفحة ثمانية وعشرين تمرين سيب كتاب النشاط صفحة ثمانية وعشرين هذا التمرين هو عبارة عن ملء فراغ يعني هذا موجود use فراغ to say that it's important not to do something فاحنا من المهم ان لا نفعل شي معين نستخدم ممنوع نستخدم ممنوع نستخدم نستخدم don't have to أو needn't to say it is not necessary not necessary يعني مو ضروري ما اقدر اقول واحد مهمة تفعل اي شي يعني انت بنقولك لا تسوي هذا الشي مهم جدا ما تسوي لانه ممكن خطري عرضك للخطر او بيفد يعني ما حنظير معينه لما اقولك ما يحتاج فمو ضروري تسوي شي فتختار don't have to أو needn't او تكتبهم يعني هسا حاليا use have to must need to to say it is necessary to do something من نقول واحد ضروري تسوي شي لازم نستخدم دول الأفعال اللي هما بصيغة المثبت هذا ملء فراغات ونشوف التمرين البعدة اللي راح نترجم الجمل وننتقل بعد الوزاريات when you get in a car لاحظوا قبل ما ابدي هذا هنا قال use must mustn't have to don't have to need to aren't needed استخدمها ليش يعني هساني ذكرت هذا المطلب لانه اصلا بالكتاب ما موجود ذول الكلمات ابدا موجود عبارة عن فراغ فقط فيقولك انت كطالب شوف المعنى المناسب لهذه الجملة وخلي بالحلول النموذجية هما قلت لكم معتبرين كل المثبت نفس المعنى يعني انت هاي الجملة الاولى اذا شفت انه عندما تركب سيارة put on your seat belt ترتدي حزام الامان تريد تكتب have to صح تريد تكتب must صح تريد تكتب need to صح لانه ارجع وقولك انه بالكتاب ما اعتبره من نفس المعنى اما اذا جاب ليها اختيارات فاني راح اختار حسب اللي هو منطيني يعني جايب لي need to and need not ما اقول هي لا هاي الجملة لازم اللي have to لا انت امشي على اللي منطيك هو بالاختيارات هو ما راح يجيبها انت تملي الفراغ فراح تلقى مثلا have to و don't have to عندما تركب سيارة تقدر تترجم هنا انت بهاي الخطوط عندما تركب سيارة يجب ان ترتدي حزام الامان seat belt there is petrol in the car يوجد وقود في السيارة لذا don't have to ليس عليك مصنت ممنوع تذهب لمحطة الوقود فمن عندك بانزين ما اقدر اقول لك ممنوع تروح لمحطة بانزين فاقول لك ما يحتاج تقدر تمشي امورك يوجد وقود في السيارة don't have to لا يحتاج ان تذهب لمحطة الوقود you are driving too fast انت تقود بسرعة شديدة you must لو مصنت slow down تقود بسرعة شديدة خفف السرعة فهنا لازم اقول لك يجب ان تخفف السرعة عندما تقود بسرعة او انت تقود بسرعة شديدة يجب ان تخفف السرعة please put out your cigarette اطفئ السيجارة you don't have to لا يحتاج لو مصنت ممنوع smoke تدخن في مركز الشرطة in the police station فهنا التدخين مضرب الصحة ومن يومنا دائما نشوف انه التدخين ممنوع ماك واحد يقدر يقول لك ما يحتاج تدخن لا اخي ممنوع هنا تدخن هو اسم مضرب الصحة يعني كل شي عرضك للخطر والضرر مفروض يكون ممنوع don't have to لا يحتاج لو ممنوع pick me up in the car تركبني معك في السيارة i'll get the bus سأركب الباس فلا يحتاج ان تأخذني معك في السيارة سأأخذ الباس بالوزارة يكتبون give me a lift مرة give me a lift هذه تكتبها فوق هاي pick me up in the car يعني توصيله بالسيارة ما يحتاج توصلني بالسيارة i'll get a taxi هم يمكن كاتبين اعتقد الذكر كانوا كاتبين سأخذ taxi فانت يعني ما معنى اذا شفت مثلا الوسيلتين نقل اكيد ما رح تروح بهم اثنين هم وهنا نحنا نعتذر من الشخص نتشكر انه ما يحتاج تسلم شكرا انا لحاق الباس بس ما اقدر اقول له ممنوع يعني شوية مترهم لانا نسا اذا واحد يوقف لي ويقول لي امشي اوصل لك فأقول له لا ممنوع توصلني يوهم يعوفني ورده يروح انتهى مباطران صوت اللي يوقف لك يعني فهنا اقول لا يحتاج ان تركبني معك في السيارة رجال الشرطة مصنت ممنوع لهافتو يجب يمنعون الجرائم فهم يجب ان يمنعون الجرائم ليس علي مصنت ممنوع اعود الى البيت بعد الساعة ثمانية او يغضب والدية طبعا بالبيت يقولوا لي دير بالك تجي ورثمانية معناتها ممنوع ارجع ورثمانية اش عندك باقي يعني ترى بثمانية تعتبر سعب وحدة الظهر هسا فممنوع ترجع ورثمانية مو هاية لو قالي لي او ات ايت اكلاك كان قلنا انه مثلا لازم يعني يجب ان ارجع او مثلا اذا كتبوا لي يعني مثبت ونافي ما هسا حاليا قالي لا يحتاج لو ممنوع تجي ورثمانية فهي ممنوع انتهت تمرين وراح نشوف الوزاريات وزاريات جدا بسيطة وسهلة ويعني مفروض المفروض ما تقول هذا الموضوع معقد وصعب نجي عليهم تعود بعد الساعة الثمانية ممنوع خوش صحح الفعل فبهالحالة هذي صير درايف ليش قلنا احنا بعد ذلك كلهم يكون الفعل مجرد الجملة اللي يعني اكثر من اللازم اجتي بالوزاري هي جملة التدخين سموك انا ممكن يعني امشي على كلمة سموك لان بينه هو رح يقول لي اطفئ السيجارة ممنوع تدخن في مركز الشرطة ممكن في شوية رح نلقاها مستشفى مدرسة الاخرين عدنا تقود بسرعة خفف السرعة يجب ان تخفف السرعة سموك تدخن ممنوع تدخن لحظة وجايب لنا في ثاني ما اقدر اقول لا يحتاج ان تدخن بهذه الجملة ايضا جملة السموك تدخن فهي ممنوع وتركبني معك في السيارة ساخذ الباص لا يحتاج ان تركبني معك في السيارة ساخذ الباص نشوف 2015 سموك تدخن ممنوع تدخن give me a lift ما رح تفيدني بالمعنى اصلا يعني الجملة السموك تدخن يجب ان ترتدي تضع حزام الامان put on your seat belt نفسها يجب ان ترتدي حزام الامان ورجعنا للcorrect لاحظوا drives فنرجع عليها ونقول drive ليش لوجود مصند 2016 شوية يعني الادوار اللي هي خارج العراق وضوء الاسلامي تغير النماط خلي نشوف ادنا الجملة driving fast slow down يجب ان تخفف السرعة smoke in the police station ممنوع تدخن في مركز الشرطة go to the supermarket تذهب للأسواق today اليوم لانه day when yesterday فهيبة ما يحتاج لو ممنوع تروح للأسواق لا يحتاج ان تذهب الى الأسواق jump the rate signal طبعا هاي هنا بالأصل هي عندنا مصند هذي مصند اني كاتب بالخطأ مصد don't have to فهي السائقين ممنوع لو لا يحتاجون jump the rate signal jump the rate signal يعني شو نقول يجتازون اشارة الحمراء يقفزون عن اشارة الحمراء يضربون اشارة الحمراء فهي ممنوع مصند هاي صححوا ممنوع لو لا يحتاج ان اه يعني يجتاز الاشارة الحمراء speak to the driver when the bus is moving تتكلم مع السائق عندما الباس يتحرك it is dangerous اي شي خطر فهو ممنوع يعني هاي نقدر احنا نقول يسا يمون من الكتاب خارجي طبعا هسا نقول ما يجيبون خارجي ممكن يجيبون بالقواعد يعني جملة بالخارجي بس اي معاني اي كلمات اي اسقاطات اي قطع ما يجيبون من خارجي كتاب وهنا عندنا smoke تدخن فهي ممنوع تدخن في مركز الشرطة اصلا نروح الفين وسباطعش smoke تدخن ممنوع تدخن في مركز الشرطة give me a lift I'll take the bus لا يحتاج ان توصلني راح اخذ باس drive so fast تقود بسرعة ممنوع تقود بسرعة مصنت طبعا عندما تكون الطرق مبللة يعني انت ما يحتاج هاي حتى لو ما فهمت معناها خلنقول عندك drive fast تقود بسرعة مبين هذه السرعة هي اصلا ممنوعة عندنا petrol in the car go to the petrol station تذهب لمحطة الوقود لا يحتاج ان تذهب لمحطة الوقود رجال الشرطة يمنعون الجرائم يجب ان يمنعون الجرائم وسلو داون خفف السرعة لازم تخفف السرعة يجب ان تخفف السرعة لانك تقود بسرعة شديدة الفين وثمنتعش جملة عبلة عندنا needn't و needn't تحتاج فعل بدون to يعني هي ما يحتاجته وراها جملة الساعة الثمانية اللي هي ممنوع ترجع للبيت بعد الساعة الثمانية خفف السرعة تقود بسرعة يحتاج ان تخفف السرعة يعني لازم يجب ان تخفف السرعة وهذا اثبات على انه ما نفس المعنى يعني لو معنى المثبت يختلف شان ممكن يقول الا يقولون have to هاي الموجود عدنة عاملون انه نفس المعنى فعدنا you must no needn't go to the store store متجر يعني محل اسواق يوجد الكثير من الطعام في الثلاجة فلا يحتاج ان تذهب 2019 smoke تدخن ممنوع تدخن pick me up in the car توصلني بالسيارة راح اخذ الباص ما يحتاج توصلوك بالسيارة وتدخن اللي هي ممنوع تدخن 2020 جملة الساعة الثمانية ممنوع put on your seat belt ترتدي حزام الامان يجب ان ترتدي حزام الامان smoke ممنوع تدخن slow down خفف السرعة لازم تخفف السرعة يجب ان تخفف السرعة رجال الشرطة يمنعون الجرائم يجب ان يمنعون الجرائم جملة الساعة الثمانية ممنوع ارجع بعد الساعة الثمانية put on your seat belt ترتدي حزام الامان تحتاج ان ترتدي حزام الامان جملة عبلة need to loan don't go لا تحتاج ان تذهب لي الاسواق و pick me up in the car لا يحتاج ان توصلني بالسيارة راح اخذ الباص نشوف 21 لازم تخفف السرعة تحتاج ان تخفف السرعة و put on your seat belt يجب ان ترتدي حزام الامان 2022 دور اول احيائي تلاحظوا برانش بيولوجي هذي جولاي 2022 اجت الجملة اللي هي هذي اي مصت لو مصنت بباك ليتر ايد اوك لوك جملة الساعة الثمانية كانت ممنوع او ارجع للبيت بعد الساعة الثمانية هذي دور اول احيائي نشوف دور اول تطبيقي بالنسبة للتطبيقي والادبي ما موجود كان انما جاء هذا الموضوع انت هذا الموضوع اللي هو الالزام الضرورة ان شاء الله فهمته وكان واضح ونتمنى لكم كل التوفيق نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله